السلام عليكم ازيك يا شباب ان شاء الله النهاردة في الفيديو دي اعزين نتكلم عن افضل قموس يعني برنامج ترجمة انا قابلته صراحة يعني على الكمبيوتر فهو برنامج جميل جدا وحبيت ان اشاركه معكم فخليكم معي فالبرنامج اسمه جولدن تكشنري تمام ممكن نكون اسموا عنا قبل كده بسانة يعني ايه ان اسميت عنا قبل كده بس صراحة مجربته بس لما جربته يعني صراحة يعني حللي مشاكل كتير جدا 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 وهيفيدني كتير جدا ان شاء الله تمام فالفكرة في البرنامج دي ايه الفكرة في ان انت مسلا بتحمله شوية ملفات عبارة عن ملفات قواميس تمام وهو البرنامج بقى انت بتتقول له كتير جدا 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 تمام طيب ايه ملفات القوامس اللي انت ممكن تحملها الملفات هيت انا عملها لك كلها موجودة هنا هو تمام الملفات ديت انا جمعتها ديت عبارة على ملفات ترجمة من اللغة الانجليزية اللغة العربية تمام فهو الفكرة بقى في الكموس انت مسلا لو انت عايز تثبت الكموس فاحنا طبعا في عندنا اوامر لينكس تمام لو انت مسلا عايز تثبته على لينكس هتاخد الامرين لاتنين دولار كوبي تمام وتحطهم في الت ambit وتثبته تمام طب لو عن لو اندوز لو اندوز هتخش على الانك دى هتلاقي في اللينكا ابقى انت هتحمل ويندوز اتنين وتلاتين او واربعة ستين و spectacular ده كله. طيب بس كده طيب اول ما انت ما تجي تفتح البرنام specialize افتاحه. طيب انت دلوقتي الحمد لله البرنامج كنت مشغل معاكم زي الفهو. تمام انت اللي بعدك هتعمل ايه? بعدك هتجي هنا على اللينك دة هو. تمام تجي تجي على السور اللي الفوق دي وتعمل تاجي وتعمل عشان تنزل الملافات دي كلها عشان انت هتحتاجه. تمام? او لو انت مسلا عندك متسططة ممكن تعمل تمام? وتهده وتقول ايه? سنة نحن تعمل ترمينال. تقول له وتدي له اللينك اللي عندك ده. تمام? وتاخد اللينك دي وتحطه هنا في الترمينال. تمام? لو انت عايز تعرف اكتر عن الموضوع والكلام والكلام ده كله فهتلاقي في فيديو او في علامة هتظهر لك فوق على الشمال او العليمين هنا. اتكي عليها ان شاء الله وهسيب لك بردك الفيديو تحت في التفصيل ان شاء الله. تمام? فالمهم انت هتنزل مين? هتنزل الملفات ديت عندك على الجهاز. طيب بعد كده بعد كده بعد ما تنزله. تمام? بعد ما تنزله بقى هتخش فين? هتخش هنا على تمام? وبعد كده تمام القوميس وبعد كده هتخش فين? تخش على اول واحدة ديت تمام? هتقوم انت جايب تكي مين? تكي على تمام? وهيقول لك انت مخزن الحاجات ديت في تمام? انت مخزنة في فاني مخزنة هنا هوم. ومخزنة هنا ببرو جرامز. لو انت جيت من نزلت الملفات اللي احنا كلمنا عنها ديت هتلاقي تظهر انك بالشكل ده. كل اللي انت هتعمله هتيجا هتفتح الملف اللي انت حملته ده وبعد كده هتكي اوبل. تمام? اول ما تتكي اوبل هو هيبدأ بقى يحمل مع نفسه. تمام? يقول لك بقى يعمل بقى لكل القوميس اللي انت حملتها دي هيجيب لك يعني انا انا جيب لك كم تقريبا يعني ستة قوميس ويمكن اكتر تمام? فهو هيجي على كل القوميس دات ويحمله. تمام? طيب فبعد كده بعد كده بقى لما انت مسلا هو بقى عنده الخاصية ديت. انت مسلا تجي هنا مسلا كلمة مسلا. تمام اهو اول ما تحدد على اي كلمة اي كلمة. ماشي هيبدأ بقى ان هو يجيب لك كل قموس وترجمتها ايه? تمام? اهو دي دي كل الترجمات اللي عندنا دي. تمام? اخر واحد طبعا اللي هو مين? اللي هو يعني قموس طبي. تمام? طيب بعد كده. طب الخاصية ديت مسلا مش عاجبك. انت عايز مسلا تعمل خاصية تانية. تمام? اللي هو مش اي كلمة حديدة هيوعب بقى يعمل لك كده. يعني ايه كده مزعج اوي. تمام? فهتعمل ايه? انت ممكن تخش بردك على بس بقى المرادة. تمام? وتخش فين? على تمام? 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 وبعدك ايبتك كمين على تمام? عشان تحدد هو يزهر امتى? تمام? فانا انا حددتها هنا لما اتكه على زرار تمام? لما اتكه على تمام? على المفتاح وبعدك ابدأ احدد الكلمة فهو يزهر كده. تمام? يعني انت لازم تبقى متكه ديما على زرار كده وبعدك ابدأ احدد الكلمة. اول ما تخلص التحديد هيبدأ يزهر بقى. تمام? طيب لو انت مسلا عايز انت توقفه خلاص ممكن تتكه الزرار دي فهو يوقف هولك خلص تمام مش هيعمل اي حاجة وبعد كده او لو انت مسلا عندك هتلاقي مسلا زاهر عندك تحت في الويندوز هتلاقي زار تحت جنب الساعة كده او هنا في لينيكس هتلاقي زار هنا كده تتكي على مين على سكان بوب او تتكي عليها كده كده هيوقفه تمام هو معمول عليها جنبها علامة صحي كده فكده معناه ان هو شغال اول ما تتكي عليها هيوقف تمام فاحنا احنا مسلا ايه التعليم فعلها هو احنا فعلناها وفعلنا كمان الجزء بتاع الت لو انا جيت حديدت مسلا كده ما عملش حاجة طب اتكي على الت وعمل او جروب اول ما اتكيت انا كل دي ما انتكي على التمام? فبدأ يحدد بقى وجدني من الكلمات والمعنى تمام? بس كده فهو صراحة برنامج جميل جدا والميزة اللي عجبتنا اكتر لما مجي مسلا اقرأ كتب او اقرأ موقع واي حاجة فهو بيترجم يعني حديد الكلمة هو يترجم من غير ما اخش فحتى انت ممكن يعني ما تشوفش ما تخشش هنا اساسا يعني كل اللي انت تعمله اتحدد بس الكلمة من بره وما تخشش على البرنامج من اساسه تمام? فصراحة جميل جدا. طبعا بقى تاني حاجة مسلا ايه? انت مسلا بتيجي تتحدد الكلمة تمام? هتلاقي ان الخلفية دي بيضع. بس انا ما بحبش اللون لا بيوجع عناية تمام? او ممكن مسلا لو انت شغل على الكمبيوتر كتير ممكن يوجع عناك ويبقى مضر والكلام ده كله. او الوضع المصدم هيبقى مفيد جدا لو انت مسلا بتتاع يعني بتقرأ كتاب فترة طويلة او مسلا بتستخدم موقع فترة طويلة والكلام ده كله وبتستخدم البرنامج ده كتير فيبقى الوضع المصدم كويس جدا ان شاء الله تمام? فازاي بقى نطبق الوضع المصدم في البرنامج ده? بوس يا سيد. احنا طبعا ايه? هتيجي هنا. تمام? احنا طبعا كده احنا خلصنا كل ده. تمام? ازاي بقى نبدأ نطبق الوضع المصدم عندك هنا التعليمات الرسمية. دي التعليمات اللي هو الموقع ذات نفسه او الناس اللي عاملينه دي التعليمات اللي هو بيقول لك عليه. تمام? طيب فهتلاقي فين? هو ملخص التعليمات ايه? ملخص التعليمات انت هتروح هنا هتروح على الباس او المصار ده هو. تمام? لو انت ويندوز هتروح على المصار ده. تمام? لو انت لينكس هتروح على المصار ده. تمام? طيب بعدين بعد كده بقى اسبك من الباقي. انا هشرح لك الباقي. تمام? اللي انت تعملوا ايه? بعد ما انت بحملت الملفات ديت? تمام? هتاخد ملف الفولدر او المجلد اللي اسمه سطايلز دا. تمام? تاخده كنترول اكس ماشي تاخدوا كده تمام? وبعدك هتوديه فين? توديه على المصار اللي احنا اتكلمنا عن ده اهو. تمام? المصار اللي هو ده في ال winnats او تمام? وتعمله كنترول في او تعمله لاصب هنا او ماشي. بس وتحطه هنا بقى. لو كان مسلا لو فتحت المجلد دي اللي هو lithium مجلد لو ما صار ده فتحته مسلا ولا حاجة. ولقيت فيه مسلا ملفز بنفس الاسم مسلا بنفس الاسم اسمه امسحه. تمام? وحط الجديد ده. هنخش على البرنامج هنا. لو البرنامج كان شغال قبل ما انت ما تطبق السيم بتاعك واي حاجة ايه في البرنامج يعني اي خاصية جديدة اي حاجة جديدة هتعملها ايه في البرنامج? تمام? طيب هنقفلو ازاي? هنا مسلا هتجع الجزء اللي فوق هنا دي كده. وتعمل كود. تمام? هتلاقي نفس الخيار برضك عندك على ويندوز. تمام? طيب هنعمل ايه? هنقش هنا على البرنامج. تمام? وبعد كان حدد بقى مين هتلاقي فيه خيار جديد ظهر عندك اللي هو مين? خيارين اتنين هتلاقي فيه دارك سيم وارك دارك سيم. فاللي هنشغل على تلوقتي اسمه دارك سيم. طيب اتنا خاصية هتلاقي ان ديها الديفولت اصابها زي ما هي. تمام? طب ليش معنى? عشان هو برضك الناس التعليمات الرسمية او الناس اللي هم عملوا دارك سيم دولت قال لك يعني ايه وفضل انت تخليها مين? يخليها في الديفولت ما تخليهاش اي القمة يعني يخليها ديفولت. تمام? بس كده. واتك اوكي? هتلاقي ان البتاع بدأ يتحول معك باللون لس. ففي حاجة برضك انا كنت عايز اوضحي ان انت مسلا لو انت كنت نزلت لو انت جيت مسلا جيت قرأت التعليمات الرسمية. تمام? اللي انا احططها لك. وبعد كده جيت نزلت الملفات واستخدمت الملفات الموجودة في وما استخدمش الملفات اللي انا قلت اللي انا مضيها لك. تمام? هتلاقي ان ديت مش معمولة باللون الاسود هتلاقي معمولة باللون الابيض. تمام? انا ادخلت على الملفات دية بقى وعدلتها بحس ان ديت بقى باللون الاسود. تمام? وكمان في تعليمات في يعني لو احنا جاءنا قرأنا مسلا لو انت جيت قرأت مسلا لتعلمات الرسمية هيقول لك بيقول لك مسلا ان هيحط الملف ده. تمام? في اللي هو برا برا الف teşekkür اللي انا بقل لك عليه برا... لما جيت جربته يعني ولقيت ان هو ما بيعملش فارق فانا قلت لأ هنحط كل الملفات مع بعضها بحيث يبقى الشكل منظم اكتر والكلام ده كله تمام فانت ما تشغلش بالك وما تعملش حاجة من اللي هم يقولوا عليه ده تمام لو لا قدر له حصل اي خطأ او الكلام ده كله لحسب النظام بتاعك تمام فانت اتجرب الكلام ده تمام انما اللي انا بقوله لك انا مجربه الحمد الله وطلع شغال معي مع مالش اي خطأ تمام ودي طبعا مين دي طبعا الملفات اللي هو اللي انا بقول لك عليها اخر واحد ده دي اللي هو مين دي اللي عبارة عن الملفات الملفين الاتنين اللي انا بقول لك عليه اللي هو الدرك سيم تمام ودي طبعا دي واحد من عندهم اللي هو موجود هنا اهو تمام بس كده فصراحة البرنامج جميل جدا يعني اي حاجة اهو التحدد اي كلمة على طول يبدأ يشتغل معك يعني وهيفيدك كتير جدا لو بتقرأ كتب او الكلام ده كله هيفيدك كتير جدا او لو انت مسلا واحد في كلية طبعا هتلاقي برضك عندك قمص طبعا هيقدر يترجم لك الكلمات والكلام ده كله غير كمان انت ممكن مسلا تدور على قوامس تانية تمام كل القوامس ديت هتلاقي موجودة يعني اي ملف بالصغط مسلا او اي حاجة او الكلام ده كله هتلاقي قوامس كتير جدا يعني البرنامج بتعرف على قوامس كتير جدا انت ممكن تدور على القوامس اللي انت عايزه عربي الماني عربي فرنساوي اي حاجة تمام هتضيفه بس كل انت هتعمل هتاخده قمص دي واضيفه في البلدر اللي عندك هو هيبدأ يتعرف عليه ويترجم لك باللغة اللي انت عايزه فصراحة رهيب جدا وانا صراحة يعني اتفاجئت وزعلت جدا ما استخدمتوش من فترة طولة جدا فهو صراحة قمص والبرنامج ده كويس جدا جدا حبيت ان اشاركه معكم فيا يا رب يكون الفيديو دي عجبكم اصفادتم منه واريت او لسه مشاركش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعلك الجرس ولعجبك الفيديو اريد اعمل لايك وشارك مع اصحابك واشوفك الفيديو الجان شاء الله يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة